قال والرفع في الشغان والرفع في رائه الذي مر rاجح مر بك ما يجب فيه نصب الاسم من اشتgarد عنه وما يترجح نصبه وما يجب رفعه وما يترجح رفعه ما يتساويانه قال لك والرفع في رائه الذي مر راجح فتقول زيد قابلته زيد مكتدى قابلته في الوفاء فالربع أرجحه لأن لأن عدم التقدير يقدم على التقدير النصب يقتضي تقدير عامل والربع لا يقتضي شيئا سيد من قابلته سهل سيد المرتد وقابلته فعل وفعل ومغلول والجولة محل ورام وخبر لكن قلت زيدا قابلته لا بد أن تقدر قابلته زيدا قابلته قال بعضهم النصب لا يجوز ومتقل لا بد من الرضع وعد عليهم بقول الشاعرة ثالثا ما غادره ملحمة غير زميل ولا نكس وكل قال ثالثا ما غادره تقدم ولم يتي معه مرجح ومع ذلك نصبته قولي في سورة الله سهولا جنة عدل يدخلونها ومن صرح من أبائهم وأزواجهم ومذيبياتهم قولي شهولا سورة أنزلناها وفرضناها لم يسبقها شيء سورة هايما قريب والربع في غير مررجح ولكن مع ذلك يبقى الربع أفجح فما أبيح لك فعل ودع ما لم يبع قال رحم الله وفصله مشغول بحرف جل أو بإضافة كوصل يجلي لا فرق بين قولك زيدا أكرمه العامل المشغول يؤتصل بضميل يعود على اسم المشتغل عنه هل هذه أكرمه عاد على زيد لو فصلت بين العامل وبين اسم المشتغل عنه بحرف جل أو بمضاف لا فرقة تقول زيدا أكرم أخاه أكرم وانفصل على الضميل بمضافه وأخاه أو زيدا أمر به قال تعالى والظالمين أعد لهم أعد عامل مشغول وانفصل عن ضميل اسم المشتغل عنه بحرف جل والآيات نصبه نصبه مرسل له مرسل به قال وفصل مشغول بحرف جل أو بإضافة كوصل وسوي فيها الباب وصفا لا عامل بالفعل وصف العامل هو الدال على الحال أو الاستقبال الوصف يأتي في شاء الله في الاسم الفاعل كفعل الاسم فاعل في العمل إن كان عمودي بمعزل تقول زيدا أنا مكرمه وغدا سيدا أنا مكرمه مكرم بسم فاعل دال على الحال أو الاستقبال يعمل كان صبت فيه سيدا لا فرقة في ذلك أما يقول سيدا أنا مكرمه أمسي لا يجوز الوصف الوصف أنا مرغل لدلالة على المضي اسم الفاعل يعمل بحق الشباب بالمضالة ويقول زيدا أنا مكرمه وغدا كان يقول أنا أكرمه ولا تقول عرب زيدا أنا أكرمه أمسي يظهر لم يدرس أمسي زيدا لم يدرس أمسي يدرس لا تصبه يدرس زيدا ليس هناك شيء يصبه لا فصل مكرمه أمسي زيدا لست مكرمه أمسي زيدا لست مكرمه أمسي لست مكرمه أمسي ما خصن قال وفصل واسوي فيه الباب الوصف إلا نقو ما يحصل ما المعنى عبر يحصل إذا كان الوصف صيلة لأ لا يعمل لأن صيلة لأن الصيلة لا تعمل فيه متقدم على الموصول جاء الليل ضرب زيدا لأذن تقول جاء زيدا الليل ضرب الصيلة صيلة موصول لا يتقدم شيء منها ولا يمعمل على الموصول فتقول هندو أنا المكرم ها غدا هندو أنا المكرم ها غدا حصل مانع حصل مانع الوصف صار صيلة اليل وصيلة ال تقدم الاسم المشتغل عنه وصيلة ال لا تعمل ذو المتقدم عليه أظهر هل أقرد لكم ناظر قال رحمه الله وصيلة ورقة حاصلة بتابعي كرقة بنفس الاسم الارض ورقة حاصلة بتابع أجنبي بتابع أجنبي فيه ضمير يعود هذا الاسم المشتغل عنه كرقة بنفس الاسم لا بقى بين قولك زيدا أكرمه وبين قولك زيدا أكرم رجولا يحبه وردوا أجنبيهم من زيد لكنه جاء بعده ثالث فيه ضمير الارض فانتصبت نعت أو بدل سيدا أكرم عمرا أخاه عمرا أجنبي لكن أخاه بدل من عمرا وأخاه فيه ضمير الأولي أو معظوه بالله سيدا أكرم عمرا وأخاه قال هل أقول وعرقة حاصلة بتابعي كعرقة بنفس الاسم الواقع شخص الله شخص سيد حضار أبوه عند الكوفية يغربوها يقول زيد مقتدر يبدال جاء مجرور وأبوه بعد بعد متعلقة مستقرة وحي عرض وزيد أنا أبوه كذلك ترجمة نانسي قنقر